اشتركوا في القناة واستثمار الخبرات التراكمية النوعية المشتركة للاستجابة بصورة استباقية ومرنة لإدماج احتياجات المرأة والأسرة ووضع استراتيجيات وخطط عمل من شأنها المحافظة على المكتسبات المتحقيقة للمرأة العربية مؤكدة أن المجلس تمكن بفضل خبراته الثرية من تحقيق أثر نوعي وتقدم مستدام في مجال التوازن بين الجنسين والانتقال لمرحلة تعميم التجارب الوطنية الناجحة وإبراز أفضل الممارسات على المستويات الإقليمية والدولية هذا وقد وافقت اللجنة على ملاحظات المجلس الأعلى للمرأة فيما يخص مسودة البيان العربي للجنة وضع المرأة 68 والتي ستقام فعالياتها بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 حتى 22 من مارس 2024 شكرا